أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك مجيرا إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولي في مصر تخطت ملياري دولار في قطاعات المختلفة وخلال اللقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي للحلول الشاملة نقش مدبولي موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات مشددا على دعم الدولة للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراقي في هذا المرفق المهم بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وجذب المزيد من السائحين إلى مصر وإخلال المرحلة المقبلة وبدوره أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أن دور المؤسسة يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملكة للدولة ترجمة نانسي قنقر